كما لو أنها الذكرى الأولى للثورة والنصر على الإمامة يحتفل اليمنيون بذكرى ثورة سبتمبر المجيدة بابتهاج وعزة وشموخ وإباء هي الذكرى السادس والخمسون لميلاد اليمن وبزوق فجر الحرية والجمهورية للمرة الرابعة يحتفل اليمنيون في ظل انقلاب الإمامة الحوثية على الحكم وسيطرتها على صنعاء ورغم كل ذلك يصرون على الاحتفال كل مرة بزخم أكبر من قبله لاعتقادهم أن فرحتهم بعيد سبتمبر شكل من أشكال المقاومة وأي فعل يغيض الإمامة ويعلي جمهورية الشعب هو فعل مقاوم وتعبير رافض للإنقلابيين في مأرب الحضارة عمق اليمن ومنشأ حضاراته احتفل اليمنيون بالذكرى السادس والخمسون لثورة سبتمبر احتفالا يليق بعظمة هذه الذكرى الخالدة أحيت هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة وقيادة محافظة مأرب مساء الأمس حفل إيقاد الشعلة احتفاءا بالذكرى السادس والخمسون لثورة السادس والعشرون من سبتمبر المجيدة أوقد العقيل شمعة سبتمبر المجيدة وسط حضور مسؤولي السلطة المحلية والقيادات العسكرية والأمنية غاب الشدادي هذه المرة وكانت روحه أرواح كل المناظرين اليمن العظماء حاضرة تلهم اليمنيون على المضي في نفس الطريق اللواء العقيل قال إن أحياء هذه الذكرى العظيمة بمثابة تجديد العهد والوفاء لدماء الشهداء الأوائل وتأكيدا حاسما أن لا عودة للرجعية الكهنوتية المتخلفة وأكد أن قوة الجيش الوطني ستقطع أحلام الإمامة إلى الأبد هذه مأرب وهذه احتفالتها بالثورة والجمهورية أما تعز وما أدراك ما تعز الثورة تنسى جراحها وآلامها وتضع همومها جانبا لتحتفل بسبتمبر المجيد احتفالا يليق بمكانته في قلوب اليمنين جذوة الثورة والنضال والجمهورية ومهد الثقافة تعز احتضنت مهرجانا كرنفاليا وعرضا عسكريا احتفاءا بالذكرى السادسة والخمسونة لثورة سبتمبر احتشد أبناءها رافعين راية الجمهورية مجددين العهد لأهداف سبتمبر ومقاومة الميليشيا الإمامية حتى النصر يحتفل اليمنيون كلا بطريقته وأسلوبه في الداخل والمهجر غابت الفعالية الرسمية في العاصمة المؤقتة عدن والمحافظات الجنوبية لكنها لم تغب في نفوس أبناء الجنوب وما كان لها أن تغيب وهي ملهمة أكتوبر لولا ظروف المرحلة والتباينات بين الشرعية والتحالف وأجندات بعض دول التحالف الغامضة أما صنعاء فكانت الذكرى ثقيلة عليها كيف لا وهي المعنية الأولى بهذا الحدث وهذه الذكرى كيف لا والذكرى تحل عليها وهي تعيش نفس ظروف ما قبل نصر سبتمبر رهينة بيد الإماميين الجدد تعيش ظلامة وظلمة المليشية لم تغنها احتفالات الإنقلابيين الشكلية وباتت ترمق مشاعر مأربة وتعز مستبشرة بقرب النصر على الإمامة الحوثية ترجمة نانسي قنقر